موسيقى مشاهدين اهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك حلقتنا النهاردة بعنوان دور العلاج الطبيعي في حمايتك من الشاخوخة المبكرة الحقيقة نتكلم بالتفصيل على ايه هي الشاخوخة ايه هي امراض الشاخوخة اللي ممكن تصاب بيها لانه عمر افتراضي عمر الانسان جسده وصحته وكلها حاجات ممكن يجي عليها وقت وتتعب ويبقى فيها بعض الاصابات عشان كده بنقول ان في دور وقاية في دور حماية في مسئولية على كل حد فينا ازاي يقي نفسه وزاي يحمي نفسه علاج الطبيعي الحقيقة مع التطور الهائل الكبير اللي حصل فيه اخر سنين الحقيقة ساهم في ده بشكل كبير معي وما حضراتكم في هذا الحوار دكتور فيكتر قسم سائل اخصة علاج الطبيعي والتغزية العلاجية ديبلوم العلاج اليدوي من جامعة شفل بانجلترا وديبلوم التغزية العلاجية من جامعة شفل بانجلترا عضو جمعين مصرية الدولية للتغزية العلاجية ومدير مؤسس مراكز النصر للعلاج الطبيعي والتغزية العلاجية فاصل قصيرا نبدأ حوالنا مع دكتور فيكتر خليكم معنا دكتور فيكتور القصمي سائل أخصائي علاج طبيعي وتغذية علاجية دبلومة العلاج اليدوي من جمعة شيفلد بإنجلترا دبلومة التغذية العلاجية من جمعة شيفلد بإنجلترا عضو الجمعية المصرية الدولية للتغذية العلاجية ومدير مؤسسة مراكز النصر للعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية عنوان العيادة 8 شارع شبان أمام مستشفى الخازندارة العام شبرى مصر تليفونات العيادة 032-01-65-46 أو 0120-36-75-288 أو 010-32-66-33-99 فيسبوك النصر كلينك مشاهدين أهلا بكم الحقيقة النهاردة زي ما قلنا من عنوان حلقتنا النهاردة عنوان مهم جدا وهو فكرة الحماية وفكرة الحماية بيجي تحتها بنوت كتيرة جدا منها مسؤوليتنا إحنا الشخصية إزاي نقي نفسنا إزاي ناخد بالنا على نفسنا إزاي نقدر فعلا نحمي جسمنا وكل نشاطاتنا ووظائفنا أن هي تعمل بشكل جيد لغاية آخر العمر ده مهمة أوي يعني فكرة أن إحنا النهاردة نكون شباب ونتمتع بصحة كويسة وعمرنا كمان صغير ونكون دخلنا في مشاكل كبيرة دي حاجة الحقيقة النهاردة هي حلقة يعني فيها تنويه وفيها الكثير من النصائح الغالية على هذه الفكرة وإزاي نقدر نتغلب على ده هو ده الحقيقة مضمون حلقتنا النهاردة معي وما حضراتكم عن هذا الحوار وهذا اللقاء دكتور فيكتر قص بيسائل أخصاء علاج طبيعي وتغزية علاجية ديبلومة العلاج اليدة وفي جامعة شيفل بإنجلترا وديبلومة التغزية العلاجية في جامعة شيفل بإنجلترا أيضا هو عضو الجامعية المصرية الدولية للتغزية العلاجية ومدير مؤسسة مراكز النصر العلاج الطبيعي وتغزية العلاجية براحب بحاجة دكتور فيكتر مشرفني جدا كالعادة يا فاندم الحقيقة من عنوان حلقتنا النهاردة وحن نتكلم على الشيخوخة المبكرة كلمة ممكن تكون صادمة شوية وعايزين نفهم معنا أكتر يعني إيه الشيخوخة المبكرة يعني ممكن شخص يبقى معجز مثلا شعر ويبيض بدر يعني فكرة الشيخوخة المبكرة إيه عرضها وإيه أسبابها طبعا في المقام الأول إيه المشاكل اللي ممكن تحصل من خلالها أو مضاعفاتها إيه خليه أبدأ محاج بفكرة إيه الشيخوخة المبكرة أسبابها ممكن تكون إيه الشيخوخة المبكرة هو أن أنت تصاب بمشاكل والأمراض اللي بتيجي للناس الكبار اللي كنا بنسمع عنها زمان يعني أمراض القلب بقت شائعة في الجيل ما بين ثلاثينات وأربعينات دلوقتي أنا بتكلم عن الجيل اللي أنا أنتمي ليه نسبيا وإن كان كمان هننوه إن الجيل اللي بعدينا اللي هو العشرين والأقل من كده فهو جاي في مرحلة أصعب كمان دلوقتي الأسباب بتاعتها كتير جدا أحيانا كانت حاجات بنشوفها عادية بس أنا هتكلم نسبيا أو هتكلم تفصيليا شوية عن حاجة حاجة بكل هدوء عشان نستوعب مدى الخطورة اللي جاية في المستقبل هنتدق بحاجة بسطة جدا زي أن أنا عايش في مدينة صاخبة أو عايش في مدينة فيها دوشة كتير أو زحمة كتير الزحمة دي بتخلي الهوى نسبة التسمم بتاعته عالية نسبة السنوكسيكاربون عالية وده اللي بيتلف خلايا الجسم بتاعتي تباعا أنا أحد المكونات الرئيسية عشان أتغذى أحد المكونات التغذية هو الأكسوجين اللي بيخش عن طريق التنفس فأنا بتنفس قليل نتيجة الصخب أو الزحمة اللي موجودة أو العادم كتير جدا للعربيات أو العادم اللي طالع من المصانع أو العادم اللي طالع من المطاعم اللي موجودة ده لو أنا غصب عني وعايش برضو للأسف هيحصل لي أن جسمي هيكبر بسرعة هتحس أن شعرك بيض نسبة أن الحاجات دي بتتلف الـ DNA بتاعك تتلف الخلية الرئيسية لكل أعضاء جسمك بتبدأ طبوز نتيجة بعض التسمم اللي بيحصل للجسم تسمم خارجي حالي سنكلمش على الداخلي طب يا دكتور أنا عايش في مدينة هادية بس بدخن نفس الفكرة أنا لما بجأ دخن أو بجأ أشرب سجارة الفكرة كلها أن أنا بدخن مفروض في الهواء العادي أكسوجين والهواء العادي اللي خدناها في الكيميا زمان هيدروجين وسنكسيكربون وأكسوجين أنا لما بشرب حاجة مدخنة بدخل حاجة اسمها أول أكسيديكربون باديل الأكسوجين فأنا أفقدت الجسم أو أفقدت الجسم الحاجة الرئيسية بتاعته يعني أنا مش بس ما أدتكش أكل لو أنت جعان لو مثلا بنخدها بنظرية تانية أنا أدتك سم مكانه فأول أكسيديكربون بيحل محل الأكسوجين وده بيقلل من كفاءة كل الأعضاء زائد أن أول أكسيديكربون بيتلف بزيادة الأعضاء يعني أنا مش بس أضعفت أن أكلتش الخلية أكسوجين أنا أدتها مادة سمة كمان زيادة فأنا لو بشرب تدخين أو بدخن وكمان عايش في مدينة صخبة لأن العادة الوقتي أن بعض العاملين في المصانع أو الأماكن اللي زي كده بيبقى مدخن بزيادة يقولك أنا الصداع المكان زيادة فأنا بشرب عشان الصداع يقل أنت بتاخد يعني مادة سمة من مصدرين عشان كده دايماً بيبقى جسمه هزيل جداً بيبقى جسمه ضعيف جداً وللأسف دور كبير جداً من التدخين هو أنه هو بيضعف العظم بتاعنا وبيسرع من عملية شاشة العظام اللي موجودة يبقى أنا الوقتي لو أنا بسحى الصبح عايش في مدينة صاخبة توقع أن أنت هتبقى يعني عرضة لها شاشة العظام بالنسبة كبيرة أو أمراض العظام أسرع من واحد عايش في مدينة ريفية أو مدينة هادية عشان كده حتى الاتجاه حرام أو أقل تلوز بشكل عام الهوى والمحيط الاتجاه حرام في المعمار أن يقلله عدد الشوء أو الحاجات دي في المدن الواحدة ويبتساعم مساحات الخضرة عشان يقلل نسبياً الخطر على الصحة الأساسية الحاجة التانية لو أنت بتشرب حاجة فيها دخان أو بتشرب سجير فأنت زودت من المشكلة الموجودة فأضعفت من عامل جسمك وبتسرع تقدمك لسن الشيخوخة المبكرة يعني إيه سن الشيخوخة؟ أنت مش يبقى سنك 65 سنة بس أنت هيبقى زيك زي اللي عنده الرقم ده بالعكس أنت ممكن توصل أنك تبقى أصعب منه هي دي الفكرة طب أنا يا دكتور ما باشربش وعايش في حتة كويسة بس أنا شاب وبحب أشرب مثلا حاجات مخدرة أنا أسف في اللي أقوله بغض النظر على أن دي حاجة خاطئة فهي بتتلي في العصب يعني أنا أسف وأنا هتكلم من خبرة شخصية أو مش من خبرة من حاجة عملية شفتها بعيني أن حد مثلا يكون مريض حاجة في الأعصاب وللأسف بيتجه أنه هو نتيجة أنه بيشتغل شغلنا فيها حركة كتير أو سواء أو حاجة زي كده فبيأخذ مادة مخدرة المادة المخدرة فيها ضغوط يعني أصدحك عايزت أو ما بيفسروها كده أو يعني بيتحججوا من حجة دي عايزي برب من الضغوط النفسية بأنها مثلا يدخن أو يعمل أو طبعا المادة المخدرة أكتر فالمادة المخدرة دي بتضعف كفاءة العصب فأنت منين جايد دكتور عليك طبيعي تقوله أنا عايز أول عصب بتاعي وأنت شخصيا اللي بتضعفه كل يوم عن التاني طب لو أنت طبيعي لا العصب هيبقى ضعيف شوية بتوصل أحيانا للتريمر اللي هو لأن إيدك بتكون بتترعش بشكل كبير جدا نتيجة ضعف الأعصاب اللي موجود إحنا كنا بنتكلم في تفاصيل صغيرة مش هتحسي بها دلوقتي قوي بس كنا زمان نقولك لما تكبر هتعرف دلوقتي إحنا بنقول أنت كمان كم سنة صغيرين هتبدأ تعرف مشاكل الصحية إحنا كده هتكلمنا في حاجات صغيرة طب لو أنا يا دكتور بشتغل شغلانا فيها مجهود كبير قوي فيها مجهود حركي كبير جدا لو أنا جسمي مش مؤهل للعمل ده حتى لو كان رياضة فالرياضيين بيعتزلوا عند سنة 30-35 سنة بحد أقصى الأسطورة رونالدو إنه هو بـ 40 سنة نتيجة إنه مفاصله بتهلك أو بتستهلك بشكل كبير جدا بتوصل لتأكل في الغالريف تمزقات في الأربطة تمزقات في العضلات خشونة مبكرة فهو استهلك في إما عايز يحافظ على نفسه إما أصيب فمش هيقدر يكمل فلو إنت بالمقياس بتشتغل شغلانا مجهدة جدا فيها شير كتير فيها حط كتير فيها حركة كتير جدا فلازم يكون جسمك مؤهل للحركة دي فعش تكون صحي من النوم هتعمل مجهود كبير جدا صحي من النوم دي مجازا اللي هو إنت مش مؤهل فهتتحرك ومثال بسيط لما بيجينا حد تمزق في الأربطة يقال إن نسبة علاج أو وقت علاجه بيبقى من 3 ل 6 شهور هو المفاجأة إن العلاج رسميا بينتهي بعد شهر يعني أنت المفروض جاي فيه وجع جامل جدا فالوجع بيروح ولكن والحركة ضعيفة سنة فأنا بخليك نورمل بخليك شخص طبيعي قادر تمشي قادر تطلع على سلم نسبيا اللي هو أي حد يقدر أعمله لكن حضرتك جاي تقول لي أنا عايز أعمل حاجة عنيفة عايز الرابط ده اللي تكون جديد أو العضلة مزقق دي تستحمل مجهود جبار تعمل مجهود كبير جدا فبندرب العضلة طبيا من 3 ل 6 شهور يعني في جيم تحت إشراف طبي إن إحنا إزاي لو اتعمل حركة مفاجأة ما يتمزقش لو الشالواز نتقيل فجأة يكون متدرب ومؤهل للعمل ده فالرياضيين ورغم التدريبات القيمة جدا والهائلة جدا والتركيز والتكثيف الطبي عليهم ما بيقدروش يكمله بعد سن 30 أو 35 سنة ما بالك بالشخص من صغره بدأ في سن 10 سنين أو 15 سنة يشتغل صغرانة مرهقة جدا طبعا ربنا أنا بتكلم في إن نقدر نعمله مش بتكلم في الظروف اللي ممكن تبقى حطنا بحاجة زي كده بس هي النظرية إنك أنت بتقلل من عمر مفاصل ظهرك أو مفاصل رجليك أو الأربطة اللي موجودة ممكن حاجة تتميزق أو الغضريف بتاعتك وده بيأثر بالتبعية في عمر المفاصل دي على المدى القصير مش البعيد مشكورك حياة دكتور ريكت أنت برضو لخاص طلنا فكرة الأسباب بشكل كبير إزاي الشخوخة المبكرة ممكن تحصل لأن فكرة النهاردة إحنا مش قادرين فعلا ندركها قصة الإدراك برضو مهمة أو بسعالة بنفهم حاجات لكن ندركها ساعات نقول لا يا عم مش يحصل حاجة غير لما تحصل بالفعل بعد بعض السنين ويمكن تعلمنا محاك قبل كده يمكن في حلقات تانية فكرة القدرة والتحمل مختلفين ممكن قدر أعمل حاجة بس التحمل الوقت الأطول ده اللي يمكن العلاج الطبيعي بيقدر يأهله ويعمله ففيه برضو مفاهيم أو تعريف بسيطة جدا لكن فيه اختلاف جزري ما بين المعيني عايز برضو يعني أتناقش محاك برضو في نقطة إزاي نقدر نحمي نفسنا يعني اتكلمنا عن فكرة العادات السيئة اتكلمنا عن فكرة المحيط الخارجي اللي ممكن يكون بيأثر بشكل سلب كبير أو التلوث اللي ممكن نشوفه في مناطق كتيرة إزاي نحمي نفسنا طبيا ودوريا أو من خلال العلاج الطبيعي إزاي نقدر نحمي نفسنا من مثل هذه الأشياء أو كل العوامل دي وحماية الشخص النفسه في سن صغير بتبدأ منه هو شخصين أولا أنه هو مدرك المشكلة وإحنا بنتبع نهج أنه احنا نفهم الشخص اللي قدامنا أو المريض المشكلة بدأت إزاي وحاليا فين وهتنتهي إزاي قريب عشان يكون فاهم أنك لو ما بطلتش العادة دي هتكمل في نفس المشكلة وهتصعب المهمة جدا على الدكتور العلاج الطبيعي إذا كان حصل مشاكل المفاصل عندك أو على الدكتور المعالج لك إذا كان في مشكلة كبيرة حصلت من ضمن المشاكل اللي بتواجهها أو اللي لازم نسيطر عليها جامع جدا بس مش عايزين نقول ده غلط عايزين نقول غلط ليه أو إحنا هنسبت لايت كده على المصائب أو الكوارث اللي موجودة في الهيتقال دلوقتي الأكل من مطاعم برا يعني إحنا قلنا لو واحد بيشرب سجارة أو في مصنع صاخب أو في حاجة فيها دخان أو عمل شاق طب أنت الصفح بتصحى مع زميدك تفطر سندوتش طعمية أنت فاهم إن الموضوع عادي هو لو الزيت جيد حاجة ممتازة جدا بروتين هو زي وزي الفول ولكن أحد المشاكل اللي بنواجهها وهي ما فيش رقابة قوية قوي على بعض المطاعم فالفكرة إنهم بيحطوا بعض الزيوت ياريتها اتعاملت أكتر من مرة يعني إحنا كان زمان كان كل مشكلتنا الزيت هنقليه ثلاث مرات خمس مرات طبعا نتحايل على الدكتور وخليها سبعة مرات دلوقتي الزيت بعد ما بيتحرق بعد ما يتأكسد إحنا اسمعنا جملة أكسد دي كتير جدا كلمة أكسدة فهي تلف حاجة بوزة خلاص حاجة بوزة انتهت لا يمكن ترجع تاني لا يمكن هي لا يمكن يعني أنا لو جبت شوية نشا وحطتهم وغلتهم زي ما مع بعض المطاعم بتعمل وغيرت اللون الفيزيائي اللون بس من بره هو اللي تغير اللي جوه مصرطن كلمة أكسدة هي كلمة مصرطنة فأنا دلوقتي بزود جدا نسب نسب السرطان اللي موجودة في الجموع اللي جاي النظرية كلها أنا لو فطرت الساندواتش دا طبعا العيش دلوقتي مش زي زمان كان زمان العيش قمح حقيقي والعيش الشمس الوقتي بقى ألفينه الحاجات اللي هي بتساعد أو بتسرع جدا من السنة الحاجات دي اللي بتساعد في زيادة فرص مرض السكر ومرض السكر لو جاي ما بيجيش لوحده ليه صحاب كده بيتزامن بالضبط كده في الأغلب بيأثر على فيتامين دي في الأغلب بيزود على بيساعد على زيادة معدل الكوليستو أو بيبقى ليه دايما توافق معاه أن هم يكونوا مع بعض في الأغلب بيأثر على الضغط بشكل كبير جدا والحاجة القوية أنه بيأثر على كفاءة الدورة الدموية يبقى أنا لو وصلت للقدر لأولا في مرض السكر أو أنا بس حالصبح أشرب مشروب غازي ما اللي بعض المعلومات بتقول أنه ممكن مشروب غازي واحد بدون أن نذكر أسماء يبقى فيه عشرة لإتناشر معلقة سكر يبقى أنا بتفوض مع الدكتور التغذية الخاص بي بقول له أنا عايز معلقة سكر في اليوم اتنين أنت أصلا بتشرف في الكنزة الواحدة من عشرة لإتناشر معلقة سكر كم مرة بقى في اليوم فتزودت نسب السكر بشكل بير جدا زودت نسب السمنة اللي موجودة السكر كمان تواجده بشكل مفرد في الجسم بيضع في المناعة يبقى أنت زودت السكر جامل جدا وزودت الوزن وأضعفت المناعة بشكل كبير السكر لو تواجد بشكل كبير جدا في الدم بيأثر على حركة الدورة الدموية وأغلب لقدر الله مرضى السكر عندهم مشاكل قوية في الدورة الدموية وده شائع جدا يقول لك أنا عندي غرغرينة بسبب السكر الغرغرينة دي هي تلف موت للجزء ده نتيجة أن الدم أصلا مش بيروحي يعني السكر أتلف الوعاء الدموي المجرى الدم اللي رايح للدرجة أن العضو كمان مات مش ضعف مات حاجة تانية أن السكر بيعمل التهاب في الأعصاب وكلمة التهاب دي هناخدها بزاوية الوجع يعني أنا مثلا لو إيدي وجعاني فهيدي ملتهبة لو إيدي الوجع ده هو التهاب والمفروض أن الالتهاب ده بيحصل مناعيا من الجسم حاجة طبيعية أو حاجة حلوة والمفروض عشان تديني إشارة أن المكان ده في مشكلة يبقى أنا لما أقرب للمكان ده أو يستخدمه هنا الجسم بيصدر وجع عشان يقول لي خد بالك أنت تخبط ده في مشكلة لا مش مفضل لا العضو ده مش جاهز لسه إنما السكر بيعجز الأعضاء اللي موجودة هو بيعمل الالتهاب بشكل كبير فالعصب ما بيشتغلش فين بقى في أي حتة وبالذات الإيدين والرجلين فيبدأ أطراف بزبط الأطراف الإيدين لدرجة أن النظريات الطبية بتقول أنك كأنك بتكون لابس حاجة زي جوانتي وشراب الإيدين دول في بعض مرضى السكر بيمعزلين عن الجسم في الإحساس أنت مش حسس بحاجة للدرجة اللي تخليك وانت مش على رجليك لو لقدر الله دست على الأزيازة أنت ممكن تشوف الدم لكن ما تحسش ولا لا حتى أنها دخلت في رجليك فكده السكر أطلف الوعاء الدموي وأطلف العصب اللي موجود وما يؤدي إلى هلاك العضو المصاب إياً كان بقى إذا كان طرفي أو بيتدخل العين طبعاً برضو في ناس كتير عندها معلومات زي كده أن الجلوكومة أو المية الزرق أو المية البيضة برضو يكون نتيجة السكر بشكل كبير التهاب المفاصل وبالذات مفصل الكتف أغلب الناس اللي عندهم السكر وده أوقع يعني من من ألف به دكتور عليك طبيعي أو دكتور عظام لما ييجي يسأل المريض يقولك بترفع دراعك يقولك مش قادر غير كده أو ما بقدرش أو ما بعرفش ألبس هدومي أو أسرع شعري أو أكل أو ما بعرفش وبنام عليه بالليل بيوجعني جامل جداً أو بيصاحيني من النوم أول سؤال بيسأل عندك السكر أو لا أول سؤال بيتسأل وبيصرع جداً كمان من عملية الخشونة أنا دخلت معكم في نظريات كتير جداً بدايتها كانت كنزاية بدايتها كانت أن أنا بأكل حلويات كتير لأنه برضو الشائع بين الشباب والبنات في الجيل ده يقولك أنا بحب جداً الشوكولاتات أو أتلاقي واحد جايب لخطيبته صندوق أنت بتجيب لها مرض أنا أسف بس فعلاً أنت بتديها كمية صغارات حرارية عالية جداً جداً بالدرجة اللي ممكن تسمينا مفرطة تسرع جداً في عملية السكر بتاعته بس لسه نجيب برضو الشوكولاتات نجيب هدايا عشان برضو ما يبقاش ده دعوة إن إحنا نفصل الهدايا لكن ناخد بقى إنا وإحنا من كلها زي ما حيك قلت يعني بس ندرك مدى خطرتها وكمية لأدى كده ممكن تكون بتأثر بشكل كبير فحتى لما نيجي ناخد الحاجات دي ناخدها بعدم إفراط زي ما حيك قلت يمكن ما ناخدهاش عريق الصبح ممكن ما ناخدش ثلاثة أربعة في اليوم ممكن ناخد واحدة كل يومين ثلاثة أربعة فتبقى حاجة كده حلوة وتبقى مكافأة لنا والأجسادنا لكن ما تبقاش بتعمل بإفراط لأن ندرك أهميتها وصعوبة الحالة دي ممكن توصل لإيه حيك عندنا بقى سئلة كتيرة وعايزين كمان نتكلم على دور العلاج الطبيعي دور التغذية العلاجية دي ممكن نهاردة يعني تخصصك فيه من دكتور فيكتر وهتفيدنا قوي في النقطة دي وإزاي نقدر نقي نفسنا أسف عفوا على فكرة الشيخوخ المبكرة أو الأمراض الكتير اللي ممكن تصبنا نتيجة العادات السيئة أو الأسباب اللي قلناها فاصل قصير وهنكمل كلامنا في هذا الموضوع تفصيلاً ما حضرتك ما سيدا مشاهدين خليكم معنا مشاهدين أهلاً بيكم رجعنا لكم مرة تانية بنكمل حلقتنا على دور العلاج الطبيعي لإحمايتك من أمراض الشيخوخ المبكرة الحياة تكلمنا بالتفصيل يعني إيه شيخوخة المبكرة إيه الحاجات اللي ممكن تصيب الإنسان في وقت أبدر من المفروض تكون والحقيقة كان لها أسباب كتير قوي كان لنا نتناقشنا فيها وأيضاً فكرنا إزاي ناقي نفسنا منها من إحنا نعمل حاجات وعادات مختلفة تماماً معي ومحضراتكم ضيفي الكريم في هذه الحلقة دكتور فيكتور قسم صغير أخصاء علاج الطبيعي والتغزية العلاجية ديبلوم لعلاج اليدوي من جامعة شفل بإنجلترا وديبلوم للتغزية العلاجية أيضاً من جامعة شفل بإنجلترا وعضو جمعات مصرية الدولية للتغزية العلاجية ومدير مؤسسة مراكز النصر لعلاج الطبيعي والتغزية العلاجية برحباً بحكم مرة تانية دكتور فيكتور مش شرفني جداً يا فندي في حلقة النهاردة مش شرف ليساً داني مش سجد دكتور فيكتور اتكلمنا بشكل كبير جداً على فكرة العادات السيئة والخاطئة ونمط الحياة اللي محتاجين فعلاً نتخلص ونبعد عنه ونرجع فعلاً نمط مزبوط في حاجات عوامل خارجية للأسف مش دايماً بنعرف تحكم فيها زي التلوث والحاجات اللي ممكن حاجة شرحتها نعم بس في عوامل أيضاً أخرى احنا بنزودها على نفسنا ما يكون في تلوث وكمان ندخن فيبقى احنا عملنا نوع من يعني تجديد أو تعبئة الموضوع أكتر من اللازم أو الإفراد في أشياء يعني حتى لو شيء قلنا سيء شوية زي المياه الغازية أو المشروبات الغازية وقلنا كمان دي بحاجات ممكن تكون بتزود السكر أو بتسرع ان احنا نجينا مرض سكري بشكل سريع لما نفرد في هذه العادات الغازية السيئة عايزة كلمة حيك نهاردة على دور التغزية العلاجية بما أن حيك تخصصك في ده طبعاً ويمكن يعني شهاداتك كثيرة في هذا المجال تعرفنا أكتر إيه دور التغزية العلاجية زي نستفيد بالتغزية المزبوطة والشراف الطبي إنجاز التعبير في هذا المجال وهذا النقطة إن احنا فعلاً ناقي نفسنا من أمراض الشاخوخة المبكرة هو كتغزية علاجية فنعايز أبرز نقطة إن هي جزء من العلاج مش مجرد أن أنت بتقلل وزن أو بتزود وزن أو أن يكون كل نجاحك إنك نزلت 3-4 كيلو لا هو فيه جزء علاج يعني إحنا بنتابع نهج إن إحنا بنعمل تحاليل معينة قبل وخلال شهر بنعمل تحاليل تانية وبتتحسى نتاج التحاليل بشكل كبير جداً طبعاً لو فيه أدوية موجودة ولو فيه أمراض كبيرة موجودة ولكن فيه بعض الحالات البسيطة اللي ممكن تغزية علاجية تعالجها بشكل كبير لوحدها الحاجة التانية إن إحنا نابع بنعمل نظام غذائي علاجي بيكون هدفه الأول إنك تبطل العادة السيئة اللي تعمل يبقى أنا لو بعمل حاجة غلط أو باكل أكلات غلط فالدكتور لازم يعودك على إنك تبطل العادة السيئة وتبدأ تتغزى بطريقة سليمة الموضوع مش إنك إنت تنزل وزن بس الموضوع إنك لازم يزبط نسب الكوليسترول اللي موجودة عندك لازم يحافظ على أو الـ HPA1C اللي هو السكر تراكومي إنه هو يبدأ ينزل شوية إنه طول ما هو عالي فيه خطورة قوية جدا عليك وعلى عينك وعلى الكلة وعلى أطراف إيديك وعلى الأوعية الدموية وعلى أعصاب بتاعتك فيه خطورة وعايزين نتكلم في حيطة صغيرة هو نشكر ربنا إن أنت كويس لحد الوقتي ولكن صدقني لو جي بكرة وما رحقتش نفسك ممكن دكتور العلاجة الطبيعي والدكتور البشري يكون كل دوره إنه يا دوب يحافظ عليك يا دوب يقولك يا رب بس تكمل بالأسلوب ده فهي النظرية إن أنا بحاول أبطل عادة سيئة وأرثي عادة جيدة حسب بقى المشكلة الموجودة إذا كان لقدر الله فيه شخصية بتحب السكرة كتير جدا فالنظام بيكون إحنا أولا بنبدي خطورة قوية للمشكلة اللي هو فيها فيه تقييم للحالة لازم يحصل في الأول دكتور فيكتور لازم تقيم الحالة تشوف نمط الغذائي وتشوف إلي بيحب وإلي بيحبوش أنا بالتالي بظن يعني إن برضو الحالات دي فكرة أنت تحرمها ما بيبقاش هو ده النجاح أو ما بيكملش خلينا نقول كده فكرة أن أنا أحرم شخص بيحب حاجات معينة وعادات معينة عادتها ممكن تبقى بتفشل في وقت ما ممكن نحاول نقلل أو نزبط أكتر بس حضرتك هو الموضوع بيعتمد أكتر على الحالة المرضية مش الحالة المزاجية يعني هو لقدر الله مثلا لو أنا بقى كتير جدا مثلا 26 سنة وجات لي بنت 26 سنة كوليسترول عالي جدا معدر التجلط عالي الفيتامين دي قليل جدا فمش هينفع ساعتها أقول لها لا أتكلي المقليات زي ما أنت عايزة مش هينفع أقول لها لازم أكلي السكريات لو أنت عايزة أنا بقول المشكلة الحقيقة في مشكلة هتؤدي إلى كذا أو مرض معين وإنت المسؤول قدام نفسك قدام ربنا أنك أنت تحمي نفسك وإلا لو أنا سمحت لك تفصيليا يعني بغلطة أو غلطتين أو حاجة بسيطة فأنا بضرك لأن إحنا قلنا أنها تغذية علاجية مش مجرد أن أنا واحد اوضايت ده نظام غذائي عام إنما الفكر أن أنا في مشكلة وبحاول ألاقي دور للتغذية فيها حتى الإمساك اللي مرضى سيء مثلا كبار السن أو الشباب الصغرين دلوقتي فبعد النظم الغذائية لا تحتوي على فايبرز كتير أو ألياف كتير أغلبهم جنك فود معظمه الحاجات المقلية الحاجات الساندويتش الحاجات البيتزا فدي كلها مفيهاش ألياف حتى زمان كان طبقة استلطة أو شوية الخضار يكونوا موجودين في البيت بشكل يومي تقريبا في البيوت المصرية دلوقتي بقى الموضوع صعب جدا للدرجة أن أنا جالي تقريبا باري حد سيدة بتشتغل لحد تمانية بالليل بتقول أنا مبلحقش عامل الأكل اللي في البيت فبجيب ليا ولعيالي دايما أكل من برة فانت كده بتخطيقي في حق نفسك وبتربي جيل قد يعني يصاب بمشاكل كبيرة جدا في سن مبكر واما مش فاهمين ده فانت لما تجيب بيتزا كل يوم ده معجن هيزود السمنة هيزود مرض السكر هيضعف منعتك ومش بس كده وهيسبب مشاكل صحية على أقل أنه هو ما فيش فايبرز فلما دكتور يقول لك لو سمحت حاول تاكل صلطة هو مش بيضغط عليك ومش بيكرهك هو الفكرة أن دي ألياف عشان الهضم في نفس الوقت دي فيتامينز لأن جسمك محتاج فيتامينز كتير جدا صحيح عشان يقدر يقوم بمنظومة كاملة اللي هي اسمها معدل حر كلمة معدل حر مش هاخد دواء هيزود المعدل حر دي معلومة مش حقيقة ولكن ولا دواء بيخسس بشكل كبير لأنه برضو فيه بدع بدع موجودة وهي دواء يتاخد صباحا حباية ولو راجل كل أو حاجة زي كده الأدوية دي أدوية خطر جدا محرمة دوليا جدا والأدوية دي بتباع في السوق يعني أنا عايز أقول لكم أرضى ناس هما اللي بيجيبوها لأنها من حاجات كلها ومش مستوردة وربنا يعلم باللي بقوله الفكرة كلها الكلام ده كله للأسف صناعة محلية ومادة اسمها سيبوترومن والمادة دي محرمة دوليا ولها تأثير قوي جدا على المخ وزيارة معدل التجلط وزيارة معدل الاكتئاب واللي أغلبهم بياخدوه هو أن أنا بيحصل لي مشاكل أو أرق بالليل ففي ناس بتتبع نظريت الدكتور لو سمحتنا محتاج أن أنا ما كلش لأ أنت تاكل كويس لأن جسمك لازم يستفيد ببعض العناصر الغذائية بس تاكل صح يعني إحنا مثلا بندي في المتوسط أربع واجبات في اليوم الواحد وساعات خمس واجبات في اليوم الواحد بس الفكرة أن أنا ديتك حاجات كتير قيمة حاجات فيها أوميجا زي شوفان زي مكسرات ده كل موجود أنت مش تحرم النفس أقول العكس لأن إحنا ساعات ناس تقول ده كتير وعلى الرغم من ده بيخسوا شكلا أولا مش وزن بس مش وزن عن ميزان برضو هنا فيه لغة كبيرة أنا الميزان واقف يا دكتور هو الميزان واقف يا دكتور ده لأن جسمك يا إما حرق ضعيف أو الفيتامان زي لسه قول إيه لا أو أنه ممكن يكون في صالحك أن جسمك بيقل دهون وبيزيد عضل وعضم وحاجات دي وده مشكلة بنواجهها كتير في شرحها لبعض الناس أن الميزان مش هو الحكم بشكل كبير جدا حتى أنت ما تفرحش أنك نزلت 15 كيلو في شهر ده ممكن يكون دار جدا ليك ولكن القصة أنك بتبص الحاجتين الشكل كويس جدا وصحة كويسة جدا ما بتقدر تمشي بتجد تتحرك لو عندك مشكلة في مفصل بتستعيد نسبيا مع العلاجة الطبيعية حركتك لو عندك مشكلة في مجهود كبير قادر تعمل مجهود تاني ده كده احنا نجحنا معاك لكن الموضوع أن أنت كنت وبقيت وخلاص دي مشكلة كبيرة جدا مش هو ده التغذير العلاجية ومش هو ده المطلوب بأن احنا نحسن الوظيفة زي ما حيك قلت وقلنا زي القوة والتحمل بتاع العضل مع العلاجة الطبيعية يعني صدقني حصل موقف بأمانة أن فيه شخص خاص حوالي 40 كيلو بدواء مش كويس وخاص طبعا ده بالنسبة ليه تفرق أو نجح كبير جدا ولكن لما عدت معاه قال يا دكتور أنا عايز أتخن عشان أستعيد صحتي طبعا صح أنا عايز أتخن أنا مش قادر أنه هو قاعد بيتكلم عادي بينهج فالموضوع كله أنه مش كل حاجة نسمعها نعملها بالزبط كده مش واسد فقط مش شكل بس لكن وظيفة أيضا والحاجة التانية أن بلاش أرجو الأنظمة الغذائية المزيفة أو الغير سليمة كذا فأنا هعمل زي وخلاص المعممة بيانتشرت بالزبط أنت الأول بيتم عمل تحليل نعرف إيه اللي جوا جسمك يعني بنشوف إيه إيه المنظومة اللي شغالك جوا نقيم حالة الأعضاء بتاع الجسمك الأول وعلى إثرها بنبدأ ندعم يعني لو مثلا لو عندك كالسيوم ناقص أنا بديك حاجة سمسيم أو ريحان الحاجات دي بتزود نسب الكالسيوم اللي موجودة وبتزود كفاءة الدورة الدموية أغلب الناس ما بتاخدش حاجات زي كده وطبيعية مش أدوية وطبيعية بزرط كده أغلب الناس تخاف من المكسرات لأ دي حاجة مهمة جدا أغلب الناس تخاف من الخضار لأ حاجة طبيعية بس في ناس ما نقدرش نديها أكلات معين يعني اللحم حلوة جدا والفرح حلوة جدا بس الفكرة لو أنت عندك قولون قولون تقروحي أقدر الله أو التهابات في القولون أو عندك إمساك شريك جدا فاللحوم أو نقرس أو يعني أو نقرس أو أملح بس الفكرة كلها أن أنا لو عندي الحاجات دي فأنا لازم أقللها لأن دي بتزود من حمودة والتهابات المعدة يبقى هنا احنا تكلمنا في نظام علاجي يبقى أنا لو عندي مشكلة في القولون في أكل مسموح وغير مسموح رغم أنه هو جيد يعني حتى ممكن اللي مش مسموح دي يكون جايك جدا بس مش هينفعك زي اللبن بس ليك انت وهنا اللي بيحضروا الدكتور عشان كده لازم يكون الموضوع تحت إشراف طب بيمش عشوائي لأن في ناس كتير جدا للأسف ممكن تخس جامد ويزيد الكوليسترول عايز عارف بس دور فيتامين هايك قلت برضو ذكرت موضوع الفيتامينات وأهميتها عايز عرف عند فيتامين D عايز عرف إيه قصة فيتامين D يا دكتور فيك يعني من الحاجات برضو اللي حتى من أول الولادة بتاعت الطفل الصغير يقولك لازم يحظى بفيتامين D بمعادلات كويسة وكتير كمان حتى يده النقط أو العلاق حتى من الخارج عشان فيتامين D عادة بيبقى ناقص عند كل البشرية فعايز أفهم الحاجة برضو يعني قيمة وأسباب برضو يعني الفيتامين D مش قوي أو نسبه ودايما بتبقى ليلة عند الناس هي الناس القهريين أكتر بقى عندهم المشكلة دي هو فيتامين D ده ده بيمتص عن طريق الجلد فهو المفروض ما يكونش ناقص أصلا يعني دي حاجة أنا مش هاكلها أو هاشربها عشان فيتامين دي يخش لي ولكن هو بيتم امتصاصه يعني أنا دخلت الجسم كفيتامين D أنا بيتم امتصاصي عن طريق مادة دهنية بتفعز عن طريق الكبد فإذا لم يتم إفراز المادة الدهنية دي اللي هتنتص فيتامين D مش هيخش الجسم مش هيتحول لمادة كيميائية الجسم يستفيد بيها يعني لو أنت عندك أكل في البيت بس ما عندكش البتجاز اللي هتسخم فيه الأكل فأنت استحال تأكل الأكل ناية نفس الفكرة فهو فيتامين D متواجد وكل حتة متواجد والصبح متواجد وبالليل والإضاءات يعني أنا عشان أقول حد عنده نقص فيتامين D أنا بقعاده في قضة مظلمة لمدة شهر لكن الفكرة كلها إن امتصاص بزرط امتصاص فيتامين D يعني نفس المكون أو نفس الكاتيجوري بتاعه فيتامين A اللي هو بتاع الغدة فدايما اللي عنده نقص فيتامين D هتلاقي عنده نقص فيتامين A اللي هو برضو بتاع نشاط الغدة نقص فيتامين D بقى ده بيمتص بيكون أو بيخش في تكوين العظم بتاعنا فبيسرع جداً عدم امتصاصه لوجود هشاشة العظام أو مشاكل المفاصل اللي كانت بتوصل في الأطفال زمان عشان كيقولك عرض الطفل الشمس للكساح الكساح والين العظام نقص فيتامين D لكن ممكن نوصل لمراحل زي دي وإحنا أكبر شوية A يبقى أنا لو باك لو أنا وزني تخين شوية فبيتكون دهون على الكبد الدهون على الكبد دي هي اللي بتضعف الكبد أنه يفرز المادة الدهنية يعمل وظيفة الزبط كده أنا لو تخين شوية الكبد هيتكون عليه دهون الوظيفة هتختل مش هيمتص فيتامين D مش هيمتص فيتامين A بشكل كبير بشكل غير مباشر في الآخر وصلنا نتيجة واحدة أن في الآخر ما استخدمناش أو جسم ما استفدش بالفيتامين D اللي دخل جسم بتاعه الحقيقة كلمنا كتير عن دور التغذية العلاجية في حلقة النهاردة مع حواك وبرضو عايزين نتكلم على العلاج الطبيعي اللي برضو ليه أثر كبير واللي برضو مهم جدا في المحافظة أو التجنب الشخص المبكرة عايزة عرف من حواك يعني في ناس كتير ممكن يكونوا بيعانوا من بعض المشاكل في المفاصل أو في الأعظام إزاي ممكن نقل نفسنا منها وإزاي لليه الطبيعي يساعد في حاجة زي كتير ومشاكل الأعظام في الأغلب أو مشاكل هي الفكرة كلها أن أنت بتبقى يأما بتيجة إصابات مباشرة العمل أو رياضة أو وقعت أو اتخبط ولكن في بعض الأوقات بتيجة نتيجة الضعف أو الهذلان اللي بيكون في الجسم يعني جسمك أضعف من المهمة اللي أنت بتقوم بيها أو نظام غذائك أو دخول الفيتامينات والمعادن لجسمك قليل فجسمك معرض أنه يصاب أو أنه يضعف بشكل كبير جدا هو العلاج الطبيعي إحنا قلنا أنه هو بيدي الحياة معنا فهل نقدر لو خدنا خطوات سيئة تجاه الشيخوخة أن أنا بدأت أضعف جسمي أموت أجزاء صغيرة من أجزاء جسمي أد أخذ حاجات مؤكسدة بشكل كبير جدا اللي هي النسب اللي هي تعادل الكانسر هل أنا أقدر أرستين باك تاني بنظم غذائية والعلاج الطبيعي يقدر يرجعك تاني ده هو يقدر يرجع العجوز شاب بنسبة كبيرة ما بالك أنت ففيه أمل كبير جدا بس الفكرة ما تخدش خطوات غويطة ناحية المشاكل دي احنا اتكلمنا في الأول عن المشاكل الصغيرة اللي أنت شايفها عادية لأننا كويس أو حاسنا كويس نمط حياة بالضبط إحنا قلنا أن بيترتب عليها مشاكل كتير جدا المشاكل الصغيرة بتبدأ من عادات صغيرة خدناها قبل كده وهتوصل معنا لمشاكل كبيرة جدا ولكن العلاج الطبيعي يقدر يعيد صحة المفاصل حتى لو فيها شاشة عظام يقدر يرجعها تاني باستخدام الأدوية طبعا ولكن العلاج الطبيعي ليه دور قوي جدا بناء على بعض التمارين اللي بتحصل لجسمك بنظام غذائي جيد لأن أنا هبطل عادة سيئة وهبدأ أبني المفاصل تاني من جديد يقدر يحافظ مش هقول يعالج الخشونة لأن العلاج التحفظي والعلاج الطبيعي والحقن في بعض الأوقات بيكون يدوب يحافظ على الجزء الوضع الحالي صراحة كده ولكن العلاج الطبيعي بكل أفضلية إنه مش بس بيقلل الالتهابات أو بيعالج الوجع اللي موجود كمان يقدر يزود المدى الحركي للمفصل ومدى استخدامه للمفصل ده إذا كان مفصل رجبة أو حاجة زي كده أو أي مفصل عادي أحيانا بعض النظم الغذائية أو اللايفستيل الخاطئ بيحصل واهن عام في الجسم الجسم كله بيكون ضعيف جدا فلا يقدر يحوله لشخص رياضي بشكل كبير جدا بس ما ناخدش خطوات غويطة تجاه المشكلة قلنا لأن فعلا أنت بتصعب الموضوع عليك وعلى الدكتور ولازم تكون مستجيب بشكل كويس جدا للتغير اللي لازم يحصل لك لأن صدقني مش هتلوم غير نفسك وأنا كمجال عليك طبيعي اختلطنا قوي جدا بمرضة كبار السن فاسمحولي شايفين النعمة يعني هقول بعض التفاصيل الصغيرة يعني في مرضة ما بتصدقش اللي بيحصل لها من أزمات وحرفيا بيتحول لطفل قدامك إن هو إزاي ما حصلش وإزاي هيحصل تاني وهل في أمل ما تستبعدش لقدر الله إن حاجة زي كان ممكن تحصل خصوصا ودي جملة خطيرة جدا إن إحنا بقينا في زمن يسودوا المادة فحتى بعض الأغذية اللي بناكلها بتكون متصنعة غلط أو متسوية غلط أو حتى وراء الألمونيا اللي ملفوف بيه الساندويتش اللي انت بتاكله بيسبب مشكلة في المخ عندك وبيسبب الذاكرة الضعيفة نسبيا اللي بقى تقريبا عند أغلى بشكل الوقت يقول لك أنا بنسى كتير أنا مش مركز كتير فالألمونيا للأسف لها دور قوي جدا إنها تضعف الذاكرة نسبيا ولو عند الأنثى أو الأم بشكل كبير أكتر فممكن الطفل يولد بمرض أو يبقى وريب جدا من مرض توحد برضو من المشاكل كتيرة زي مثلا أزمات القلبية يعني بنسمع عنها وبنسمع أنه برضو ممكن علاج الطبيعي يكون بيسيطر علي أو بيكون عايزة نقول يعني بمثابة خط حماية من هذه المشاكل اللي ممكن تحصل أيضا في أمراض الشيخوخة هل ده برضو مرتبط دكتور فيكتور؟ أو إحنا نقدر نساعد في أن احنا نحافظ عليك ونقدر نعالج المشكلة اللي حصلت كمان مش نعالج الأزمة القلبية ولكن نعالج تبعياته يعني أنا لو عندي أزمة قلبية فحصل ضعف في عضرة القلب وعضرة القلب المفروض أنها بتضخ تقريبا سبعين أو بتضرب سبعين ضربة أو بتضخ الدم بقوة معينة سبعين ضربة في الوقت العادي وحوالي تسعين أو مية وعشرة في الحركة أو المجود العنيف أو العصبية فأنا الجسم السبعين ضربة دي بيختصار بيلفوا سبعين مرة في الديئة الوحدة فأحيانا بيحصل ضعف في عضرة القلب إنه هو الضربة ما بتكونش قوية كفاية فالدم مش بيوصل لآخر الأطراف وده المتبع تلقي دايما المريض للقلب أو الأوعية الدموية رجليه ورمة إيديه ورمة فيه التهابات فيه ضعف في الإحساس فهل العلاج الطبيعي يقدر يستعيد المشكلة يقدر جداً الحاجة التانية إن لو ما تمش تدخل العلاج الطبيعي مع الأدوية فالحالة مش بتتطور بسرعة رقم واحد حاجة تانية إنت قريب جداً من المخاطر التانية زي إنك تفقد العضو نفسه يعني مثال بسيط أنا لو عندي عضو زي رجلية تخن أو ورم فأنا كده بدأت أحد من الحركة بتاعته ومعنى كده أنا دخلت كمان في تيبس مفصلي فأنا عندي الدم مش واصل كويس والدورة دموية ضعيفة جداً ودخلت في تيبس مفصلي الحاجة التالتة إن الجلد كمان بيبدأ يضعف فبيدأ يحصل القرح فالعلاج الطبيعي يبدأ يلحق كل التفاصيل دي هذا ما ندخل فيه مضعفات كثيرة وخط لا ينتهي من المشاكل دكتور فيكتور يعني عايز شكرك قوي الحالة النهاردة حالة غنية جداً مليئة بتفاصيل والحقيقة أهم تفصيلها حيث كلنا نستفنا من النهاردة أنا شخصياً استفادت هي العلاقة ما بين التغزية العلاجية والعلاج الطبيعي هم جزء واحد ولا يتجزأ في الآخر هي شفاء هذا الشخص من المشكلة المرضية اللي عنده من خلال التغزية وأيضاً العلاج الطبيعي المعني لهذه الحالة دكتور فيكتور قص ميسائيل أخصائي علاج طبيعي والتغزية العلاجية ديبلومت العلاج اليدوي من جامعة شفل بإنجلترا وديبلومت التغزية العلاجية من جامعة شفل بإنجلترا أيضاً عضو جمعية المصرية الدولية للتغزية العلاجية ومدير مؤسسة مراكز النص لعلاج الطبيعي والتغزية العلاجية بشكو حاجة جداً لوجودك معناه النهاردة شرفتيني جداً يا فندم شرف لي جداً مرسي جداً مشاهدينا بشكوركم جداً لحسن المتعبعاتكم مشاهديتكم الحلقة النهاردة الحقيقة حلقة كانت مميزة جداً مع عضيف مميز ندعوكم لحلقة جديدة وموضوع الطبي دائماً مفيد مع برنامجكم صحتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة